أصدرت الدول الأربعة داعية لمكافحة الإرهاب مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا ردا على وزير خارجية قطر في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان وألقى بيان حق الرد السفيرة عبيد سالم أزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جينيفر باسم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ردا على وزير خارجية قطر وفيما يلي نص البيان السيد الرئيس تود الوفود الدائمة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين أن تستخدم حق الرد على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري والذي سعى للمرة الثانية لإشغال مجلسكم الموقر في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها وما يقومون به من مساع لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها لا ينبغي الالتفات لها إننا نرى بأن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتلقى جهود سموه ومساعيه كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا وما زلنا نرى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها السيد الرئيس إن التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على دعوة تلقتها من الجانب القطري تم الرد عليه من دولنا ببيان تفصيلي سلم للمفوضية كما عبرنا عن وجهات نظر دولنا على ما ورد في التقرير ببيان صحفي مشترك باسم الوفود الدائمة للدول الأربع المقاطعة لقطر على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والسكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد السيد الرئيس تود الدول الأربع أن تؤكد على دور قطر في دعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام وما تريده دولنا من قطر هو أن تغير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف فورا عن تمويلها كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بأن لا يجعلوا من الدوحة مكانا يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية السيد الرئيس إن قطر التي ما فتأت تحدثنا عن احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها هي ذاتها التي تحتضن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذين لم ير منهم العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة والتي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراما وظلامية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة لذلك ستستمر دولنا بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر الذي يكفله لنا القانون الدولي وذلك دفاعا عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار الذي يعتبر مبدأا أصيلا في العلاقات الدولية ترجمة نانسي قنقر التذبذب في القرارات القطرية منذ اندلاع أزمتها جعل من دولة قطر وبياناتها وخطابات مسؤوليها موضع شك وريبة وغموض نتيجة ما يحفها من تلفيق وتزييف للواقع الذي تعيشه الدوحة ويتعايش معه شعبها وتنمقه وأذرعها الإعلامية والمراكب لخطابات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر يلحظ الثبات والاتزان والموضوعية في جميع الخطابات السامية لمسؤوليها وما عودة السفير عبيد سالم الزعابي مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال رده على وزير خارجية قطر بالتأكيد على الثوابت التي انطلقت منها الدول الأربع في اتخاذ قرارها السيادي في قطع العلاقات مع الدوحة إلا دليلا قاطعا على جديتها في التعاطي مع الأزمة القطرية وتتلقص ثوابت الأزمة في دوافعها التي تصر عليها الدول الأربع وهي أن الأزمة القطرية هي أزمة صغيرة لا تستحق إشغال الرأي العام الدولي كما يحاول أن يفعل وزير خارجيتها وذلك نظرا لتكشف خيوطها وفضح الدور القطري السلبي فيها والذي يتجسد في انتهاكات القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمحاربة الإرهاب ومموليه وداعميه والواضح هنا العنجهية القطرية في رفضها لصفات واقعها الذي تعيشه وذلك ما يؤكد حجم مؤامرتها إذ تنكر على أحد أن يقوم بدعم الإرهابيين وتشرع لنفسها استقطابهم ودعمهم وتمويلهم وتنكر على الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى وفي المقابل ترمي بكل ثقلها في اتجاه ما أسماه رئيس وزرائها السابق تحرير الشعوب وتحقيق أمالها من خلال تحريضها على الأنظمة العربية كل دوافع النظام القطري للعبث بالدول المجاورة هي أوجه قصور ذاتية في نظامه ومواطن ضعف عميقة يخجل منها النظام ولم تكن يوما من منطلق إنجازاته في تلك الجوانب لتكون له الصدارة في الدفاع عنها والتبجح بها الزعابي خير الدوحة مرة أخرى في بيانه باسم الدول الأربع بين أن تستمر الدول في مقاطعتها أو أن تتحضر قطر وتتعامل وفق المبادئ الدولية لحسن الجوار وتغير سلوكها القائمة على دعم المنظمات الإرهابية وتتخلى عن سياساتها السلبية هذه الأزمة السياسية الصغيرة كما أكد الزعابي بين الدول الأربع وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ما يعني رفضا قاطعا لكل المحاولات القطرية لتدوير الأزمة والتعامل معها على أنها أزمة دولية تشغل المجتمع الدولي وعلى قطر أن تتعايش مع هذا الواقع إلى أن تتراجع عن سياساتها السلبية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر